عايزين نقعد نتكلم شوية على مسلسلات رمضان ودي حاجة مهمة جدا بس وإحنا بنتكلم تعالى نتكلم على من قاموا بكتابة أو يكتبون المسلسلات الرمضانية إيه اللي بيدور في ذهن السيناريست والمؤلف وهو بيكتب هل أقدر أقول إن فيه سيناريست مثلا بيبقى مرحز لمجموعة معينة من القضايا أو قضية بحد ذاتها على سبيل المثال أو أزمة فكرية طول الوقت بتشغل ذهنه خلونا نرحب بقوة وبشدة بصديق قديم ما تقابلناش عمرنا قبل كده اللي بينا تليفونات على الهوى ومنورنا المرة دي والحمد لله والشكر لله مشرفنا ومنورنا الكاتب والسيناريست والمؤلف أيمن سلامة منورنا ربنا يخليك يا أستاذ يوسف وشرف لي أن أنا أكون ضيفاك النهاردة لا نحن نكون شرفين وبرحب بيكو بكل المشاهدين الكرام يا رب يخليك يا رب يخليك هتكلم على يوترن بعد شوية بس عايز أبدأ الأول بجزء من المقدمة اللي أنا قلتها في سطر كده هي مسألة الانحياز الفكري أو القضية اللي بتشغل المؤلف الهم الهم اللي انت مهمون بيه عشان تكتب بيه ودي المشكلة الكبيرة في لماذا تكتب يعني هو السؤال الأول انت ليه بتشتغل مؤلف صح انت ليه انت ليه اخترت هذه المهنة لانها مهنة شقة جدا ومهنة صعبة ومهنة سنسأل عنها يوم القيامة عن كل حرف انت كتبته انت حسنت سأل أمام الله عن كل حرف انت كتبته انت دعيت الناس ليه انت لعبت في أدمغة البشر لان المؤلف يلعب في أدمغة البشر صح يغير أمم احنا بنقدم فكر بالدرجة الأولى الفكر ده خطورته انه بيدخل في لا شعور البناء أدمين المتلقي الدراما مختلفة عن أي حاجة تانية وخطورتها تكمن في ان انت بتقدم حاجة بتدخل جوه الليه شعور بتاعه فمع التراكم بتلاقيه هو بيتصرف تصرفات الأبطال اللي شاف قصاصهم عبر التلفزيون وعبر السينما ففيه كوارث حقيقية لما يبقى المؤلف غير وعي لما نمسك الألم لناس غير دارسين لانه هو لابد من الدراسة وانا شايف ان زي كليات الطب كده ما ينفعش طبيب يتخرج غير او يشتغل بالطب او يصرح له ان يكون طبيبا او مهندس يصرح له ان يكون مهندسا الا ان يكون حاصل على شهادة متخصصة في الطب او في الهندسة الكاتب كذلك ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر